مناخ الأمن والاستقرار الذي كان نتاب جهود أمنية لرجال الشرطة على مدار أعوام هو الذي قاد إلى تفارغ الدولة بكافة أجهزتها لبناء نغضتها في كافة المجالات خلف قيادتها الواعية وقد رأى العالم أجمع كيف تحولت نصر في عوام قليلة إلى واحد من الأمن والاستقرار فما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة بدأت النهضة بحلم شق قناة السويس الجديدة الذي أضحى حقيقة وفتحت شريانا جديدا ومتنفسا مهما لاتجارة العالمية انطلق المصريون يدشنون مشروعات قومية امتدت إلى كل شبر من أرض الوطن ليؤكدوا على قدرتهم على تحويل أحلام البناء والتنمية إلى حقيقة هذه النهضة وتلك التنمية التي يشاهدها العالم واكبتها وزارة الداخلية من خلال تطوير إمكاناتها اللوجستية والتقنية والبشرية للحفاظ على الإنجازات واستمرار مسيرة التطوير فانطلقت يد التحديث لتطال كافة مدالات العمل الأمني إنشاءات جديدة وتكنولوجيات حديثة لتشهد كطاعات وزارة الداخلية نهضة حضرية في منشآتها يقابلها تطوير في الآداء الأمني بما يتيح خدمات أمنية جماهرية تقدم للمواطنين بصورة حضرية تلبية محاطهم وتطلعاتهم نحو مجتمع جديد وتوسعت الوزارة في تطبيق التقنيات الحديثة من خلال إتاحة خدماتها إلكترونية اتصاقا مع توجه الدولة نحو التحول رقمي بجانب هذه الجهود والنجاحات الأمنية في كافة المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب واقتلاعه من قذوره والتصدي لكافة أشكال الجريمة بهدف حماية الشباب مستقبل الوطن ودخلات تنميته لم تتوانى وزارة الداخلية عن القيام بدورها الاجتماعي والإنساني فساهمت في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تحت مظلة مبادلة كلنا واحد ولا شك أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة ومواكبة وزارة الداخلية لهذا التطور إنما يعزز الأمل في غد أفضل يضمن حياة كريمة لكل مواطن اشتركوا في القناة